ماذا بعد مقتل قاسم سليماني؟ وإلى أي مدى يمكن استثماره عربياً للحد من نفوذ إيران؟ أسئلة لا إجابات واضحة لها لكن الماثل للعيان أن تحركات طهران تبدو أسرع على الأراضي العربية من ردود أفعال السعودية فالهجوم الإيراني الذي نفذ ضد مواقع عسكرية أمريكية في العراق تجاوز مرحلة بكاء خامني على مقتل قاسم سليماني وطرح تساؤلات عن مدى توسيع إيران خارطة هجماتها ضد واشنطن داخل العواصم العربية التي تتحكم بها عن طريق ميليشياتها صنعاء واحدة من هذه العواصم اللوجستية لإيران حيث ميليشيا الحوثي التي أخرجت حشودها بشعارات تدعو للانتقام من أمريكا وأغرقت شوارع صنعاء بصور قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية الخميس الماضي في بغداد وبقدر ما ظهرت صنعاء كواحدة من مناطق النفوذ الإيراني بقدر ما دللت على فشل السعودية على مدى خمس سنوات من عمر العاصفة في إخضاع ميليشيا الحوثي ما الذي يمكن أن يفعله الحوثي لصالح طهران؟ هل ستتكرر هجماته على مواقع استراتيجية للسعودية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة؟ أم سيستخدم تموضعه العسكري في الحديدة لشن تهديدات على المصالح الأمريكية والدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب؟ سواء قام الحوثيون بتلك الهجمات أم لا فإن المحاولات السعودية في خلق تقارب مع الحوثي عبر المحادثات التي رعتها مسقط ستصل لطريق مزدود وهو ما يضع السعودية أمام مأزق الفشل في السلام وفي الحرب والعجز في القضاء على ميليشيا الحوثي وعدم السعادة الشرعية وحتى في استثمار حوادث الضعف التي تحصل لإيران كحادثة مقتل سليماني ترجمة نانسي قنقر